وانت هتكلمين في صريح اللعبة وانا هسألك بقى في الجزئة دي لانه معظم الماتشات بحاجة عارف انه الفترة الاخرانية الاهلي كان بيلعب ماتشات كتير قوي يعني شهر اربعة وشهر خمسة الاهلي لعب فيهم حوالي خمستاشر او ستاشر ماتش وشهر خمسة لسه مخلص انت لسه عندك كمان ماتش في خمسة ماتش مع نهضة بركان وكان فيه كتير من اللعيبة برا القايمة يعني كان عندك علي معلول غايب ومزال غايب يعني ما اعتقدش انه علي ممكن ياخد الماتش اللي جاي شوية ما تعتقدش كمان لا 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 ايمن وهاني كانوا بعيد بقى لهم برضو فترة ما كانوش موجودين يعني لسه راجعين قريب او جايه برضو اللي كان بعيد يعني كان فيه قائمة غيابات مش قليلة بشوف منهم عناصر كتير مؤسرة هل في ظل ده كان ميستر موسيماني الاداء اللي بيقدمه الكرة اللي بيلعب بيها الطريقة او الفكر اللي بيطبقه يميل شوية لانه ما بيخطرش او ما بيجذفش او بيقفل يميل اكتر للتقفيل والخطف اكتر منه يلعب بمنهج الاهلي وبدرس الاهلي اللي هو الكرة الهجومية الضغط طول الوقت الهجوم الكاسح الرغبة في الفوز من اول دقيقة ده ما شوفناهش في مطشوط الاهلي الاخيرة بما فيهم سان داونس في القاهرة وفي بريتوري هل تتوقع ان الظروب دي تستمر معنا في نهضة بركان ولا نهضة بركان قصة مختلفة لا نهضة بركان مش هيبقى فيه مطش من فصل اول وفصل تاني هو فصل واحد بس المشاهدة على المصلح مرة واحدة ايو ما مطش الاهلي والزمانك مثلا كان كده برضو مشاهدة واحدة مشاهدة واحدة بس حضرتك انا باخد من المباراة اللي انا عايزه وبفكر في المباراة لاللى انا عايزه اللي انا عايزه اللي هو ايه ده لعبت النادل أهلي أنا لعبت بتلاتة طول عمر النادل أهلي بلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد تمام هل تتوقع الأهلي يرجع على أربعة اتنين ثلاثة واحد في نفس في مطش نهضة بركان ولا لا لأ لأ لعب أربعة اتنين ثلاثة واحد الطريقة المعتادة هو كان واخد مستر الموسماني كان مدير فن الفرقتين المباراة اللي فاتت دي اللي رايح لها دي مباراة غمضة بالنسبة له من رؤية مباراة برامدز أما نهضة بركان لعبة برامدز وسمعنا نتائجها أخبارها إيه أو مستوها في الجدوى لشكله إيه أنا رايح أكسب يعني عندي قوة هجومية أنا خدت من صلاح اللي أنا عايزه خدت من شريف اللي أنا عايزه عايزي بقى عندي قوة في الملعب عايزي بقى عندي مفتاح واثنين أنت كنت بتلعب على المرتد في مباراة ساندونز هتلعب في نهضة بركان ضغط من أول دقيقة مش محتاجة مش هدي مساحات إنه يجاريني يعني نقول إنه الأعرب لي إنه يبتدي في المباراة دي زي ما ابتدى مع الدحيل القطري في افتتاح ممديالي الأندل حولك على حاجة هو إحنا عارفين إن ياسر جاب هدف في المباراة هو هيبقى مختار ما بين ياسر ورامي بجوار بدر واحد منهم هيبقى هاني وهيبقى أيمن طب يعني قلقت شوية من كلمة كريم إنه بيعاني شوية من إيجاد بس إن شاء الله اليومين اللي جايين يبقى جاهز إن شاء الله اللي استشفى بتاعته في الفترة تاعت الله أربعة أيام دي يكون طبعا مسافة السفر والماتش وهالك الماتش وضغط الماتش بس داحمد في حاجة مهمة جدا مش بأمكانيات الماتش حمل التركيز اللي اللعب يحط نفسه فيه دا لود كبير جدا على عضلاته بيبقى مجدود الموضوع تنشن في العصابية اللي بالواحد بيبقى فيها عايز الماتش يطلع على ما يرام ويكون أدائي كويس يعني بتجمع ما بين حاجتين نتيجة وأداء نرجع للأربعة اللي هو رزم هو هاني وأيمن وبدر وأي ينكم منهم الموجود إذا كان ياسر أو رامي ديونج والسلية سبتين هتفكر في التلاتة بقى شكلهم إيه طاهر وصلاح وقفشة وشريف طاهر وصلاح وقفشة وشريف الأقرب من وجهة نظر هم كان عنده زكاء كبير في المبارات الأخيرة بتاعة سان داونز أجايب أموجود المحطة اللي بتحللي الغياز فرود ألعابه تحت الفرود ألعابه صنع ألعاب ألعابه موجود بس أحلى شيء من المباراة دي للمباراة لكل المباراة القادمة لنادل أهلي هفشة يا حسين حسين يا أفشة الاتنين في الملعب لا لا انت خدت من كل واحد اللي انت عايزه وأداء مرضي وشكل واستحواز وكل حاجة حلوة ها هم نزل حسين أدى الحتة دفعية وشالت ضغط عن محمد هاني خلاص خدت من صلاح اللي أنا عايزه ونزلت طاهر عشان يشيل لعبك شوية على أي من أجل ممكن فكرة انك مابتدتش بحسين او ان حسين ابتدى قاعد برا دي شوية قدت حسين راحة ريحته من حالة الضغط اللي كانت موجودة عليه فبالتالي لما نزل ابتدى يجي بكورته يعني احنا شوفنا كل حسين فاكتر من مناسبة ده لعيب نجم بيلعب في كيان اسم الناد الاهلي وانا لسه هخاطب او لسه هطلب استعطاف الناس حسين في الفترة اللي قاعد فيها حس بقيمة الموقف اللي كان فيه انه بيلعب على طول فنزل العشرين دي قدى الحتة الدفاعية والحتة الهجومية وعمل كروس باس وزاد في واحدة وعمل روخ في واحدة واثنين وعمل وانتو كزا مرة مع اجايق هو ده هو ده المطلوب ومش اقلم المطلوب زي ما احنا بناخد من افشة حبة معينين يطلع يريح انزل يا حسين اعمل شوية اللي احنا عايزينهم اللي عملهم افشة مش عايزين افترض من كده